يسعى غالبية الأفراد للبحث عن ابتسامة رائعة من منطلق أن الأسنان هي واجهة الناس فيذهبون لتركيب التقوين ولكن أهمية تقويم الأسنان تتجاوز الجانب الجمالي حيث تعتبر ممارسة أو تعتبر ممارسة أساسية في صحة الفم فكيف يمكن أن يحافظ الشخص على رصة الأسنان منذ الطفولة وما أهمية علاج تقويم الأسنان وغيرها من المحاور المهمة في لقاءنا التالي مع استشاري تقويم الأسنان والوجه والفكين الدكتور سلطان الحاشدي معنا في ديوان بلقيس حياة كالله دكتور أهلا وسهلا أهلا حياكم الله حياة كالله دكتور سلطان دكتور لو تعطينا بداية فكرة عن مفهوم رصة الأفنان وتقويم الأسنان لأنه في بعضهم مش فاهم إش معنا مثلا تقويم الأسنان وأهميته أو شكله ولونه وإيضا رصة الأفنان لأنه فيناك مسترحات كثيرة طبية فأيش رحضينا في البداية إش تقويم الأسنان أولا شكرا على استضافة تقويم الأسنان والفكين والوجه هذا المسمى العلمي هو فرع تخصص من فروع طب الأسنان ويركز على تشخيص وتصحيح ومعالجة أو توجيه نمو الأسنان والفكين ويتضمن مجال الأسنان استخدام التقويمات المتحركة والثابتة على حسب الفئة العمرية وعلى حسب الاحتياج بالإضافة إلى أنه لا يصحح فقط الأسنان وإنما الأسنان وفي نفس الوقت الأخطاء الهيكلية أو الأخطاء الإطباق هل الوجه تخصص في الوجه؟ يعني في الفكين وشكل الوجه أم من المسألة التي تتعدى الوجه؟ الفكين أصلا يشكلين أو يشكلان أكثر من نصف الوجه فنحن نتناول الوجه في ثات أقسم هنا الوجه العلوي، الوجه الأوسط والوجه السفلي الوجه السفلي يمثل عظمة الفك السفلي أو الماندبل والوجه الأوسط وعظمة الفك العلوي المكزلة وعظمة الفك العلوي يصل طولها إلى ما تحت العين فمجرد التغيير في هذا المنطقتين في الفك العلوي والسفلي من خلال توسيع أو جر الفك إلى الأمام أو إلى الخلف يغير شكل الوجه تماماً طيب دكتور خلينا نرجع أنا دائماً كنت ما أسمع أنه بعض الممارسات هي التي تخلي الأسنان مش سوا يعني فإيش الذي يخلي الأسنان غير متراصة مما يجعلنا نحتاج إلى التقويم؟ أسباب عديدة تسبب عدم رصة الأسنان أو خلل في وجود الإطباك منها أولاً الأسباب الوراثية لو وجد مشكلة تقويمية في أحد الأبوين فاحتمال كبير أن الأطفال يرثوها الشيء الثاني قد لا يكون بالضرورة موجود مشكلة في الأب أو الأم مشكلة تقويمية واضحة ولكن نرى أن في الأولاد يطلع فيهم مشكلة تقويمية واضحة هذا سبب التوريث المتقاطع أو التوريث التقاطعي أو المتداخل بمعنى قد يكون أحد الأبوين الأب والأم عنده أسنان كبيرة ولكن عنده فك مناسب للأسنان الكبيرة فك كبير وقد يكون الآخر مثلاً عنده أسنان صغيرة ولكن فكه كمان صغير فمتناسب فلا ترى خلل بين الأسنان ولكن أحد الأطفال إذا ورث جينات الفك الكبير مثلاً من الأحد الأبوين وورث جينات الأسنان الصغيرة من الآخر ففك كبير مع أسنان صغيرة سيكون فيه فراغات بين الأسنان والعكس إذا ورث من أحد الأبوين الأسنان الفك الصغيرة والأسنان الكبيرة سيكون فيه تزاحم هذا بالنسبة للأسواب الوراثية أسباب زي ما تفضلتوا أسباب العادات السلبية نسميها عند الأطفال وأهمها مصة الإصبع يعني حقيقة نعم مصة الإصبع وأنا كنت جاي حضرت معي أصلاً الموديل عشان نشرح عليه بس حطيت ونسيت وانا مجحس في الشنطة ونسيت مصة الإصبع لازم أو العادة السلبية كمصة الإصبع والتنفس الفموي وأيضاً تفعل الأسنان باللسان هذه عادات سلبية لازم تجاوزها وهم أطفال خاصة مصة الإصبع لازم ما نعديش عمر أربع سنوات لو قد عالجنا هذه المشكلة ما ألم فيتكون عندنا تضيق الفك العلوي وكمان الحنك يصير فيه تحدب وتخرب شكل الأسنان الأمامية ويتأخر نمو الفك السفلي لأن الطفل يمسك بهذا الطريقة يتأخر نمو الفك السفلي ويتقدم نمو الفك العلوي أو يصير فيه بروز كثير إضافة إلى أنه يدي إلى مشاكل في التنفس ونمو الطفل الآن أنت خاصة فيما يتعلق بالأطفال إذا قمنا بتجاوز هذه ربما عملية مصة الإصبع والتنفس بشكل طبيعي للأطفال هل ستجنب أن يكبر الطفل ويتحول إلى أن يحصل على رصة أسنان دون أن يحتاج إلى تقويم أم أنه التقويم في مرحلة ما يجب أن يكون إلزامي إذا ما كان في عامل وراثي زي ما ذكرنا من قبل وما في عادات سلبية وأيضا في فترة التسنن المختلط فترة من بين عمر السادسة إلى الاثنى عشر هذه نسميها فترة التسنن المختلط أي بمعنى أنه في أسنان لبنية وفي نفس الوقت في أسنان دائمة ففي هذه الفترة كل سن لبني له فترة محددة لازم يسقط فيها ويجي بدلها السن الدائم ففي خلال هذه الفترة لو فقدنا السن بسبب التسوس واضطرني أنه نخلعه أو أنه العائلة ما تتابع مع الطبيب فالسن يسقط فللأسف السن الذي خلفه يزحف مكانه ويسرق من مسافة السن الدائم المفروض كان يجي في مكانه فيطلع السن أوقاتي بكامة فون ما يطلع وأوقاتي يطلع في قتام الأسنان قتام القوس السني أو خلفه وهذا يسبب الازدحام بشكل رئيسي تفضل سالم يعني أنت تقول أنه في حالة أنه تم العناية بالأطفال والانتباه لهم في عملية الفترة السنية هذه ومراقبة تساقط أسنانهم والأسنان الجديدة لن نحتاج إلى تقويم أسنان إذا كبرت نعم مهم جدا حتى لو احتجنا سنحتاج إلى أشياء بسيطة جدا يعني يمكن تعديل بسيط ويمكن حتى لا نحتاج لأننا نشوف حالة مستعصية قوية جدا 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 في هذه الفترة السن المختلط من سنة إلى أطناش يجب على العوائل أن يتابعوا مع خصائي تقويم الأسنان مرتين في السنة أو الأقل الأقل مرة في السنة فمن خلال هذه المتابعة لو شخصنا أخطاء أو عيوب مبكرا يمكن نعالجها بأشياء بسيطة وفترات كصيرة وهذا استثمار فعلا للمستقبل لأنه يغنيك عن فترات علاج طويلة وعن تكاليف أكبر جميلة عبارة استثمار المستقبل صحيح طبعا لأنه دكاترة الأسنان مش عشان شي يا دكتور بس هنا نسمع أنه من أكثر العلاقات المكلفة فعلا هي عند دكاترة الأسنان طيب الآن نقيل التقويم نفسه ما هو السن المناسب للبدء بعمل التقويم لأنه في ناس يقول لك لا لا تعملوا من أنت أطفال لازم يكون في سن معين ما هي الحقيقة؟ السن الأفضل هو آخر سن الطفولة مع سن المراهقة يعني من 10 إلى 18 سنة عشر سنين؟ نعم هذا بشكل عام عشر سنين بتكون لسه في مرحلات التسنة المختل لسه في أسنان لبنية وفي أسنان دائمة في هذا الحال يمكن تحتاج توسيع يمكن ما تحتاج التقويم ليس فقط الذي ترون التقويم الثابت وإنما فيه أجهزة وظيفية الذي تقدم الفك ونحد من نمو الفك وتوسيع الفك هذه أجهزة وظيفية تستخدم في فترة النمو ومع ذلك نمكن أن نحرك الأسنان في أي عمر بالنسبة للبالغين والأسنان والأمرحل المتقدم والسن المتقدم نقدر نحرك الأسنان ولكن في حالات خاصة يجب علينا التدخل في سن مبكر حتى يصل إلى سن السادسة أو السابعة أيها لذلك هنا يأتي دور التشخيص المبكر وهذا يعتمد على العائلات المعاينة التقويمية لو نستطيع نسميها بهذا الشكل المعاينة التقويمية تبدأ من سن السادسة مع بزوغ أول الأسنان الدائمة فيمكن أسنان الدائمة تبزغ في خارج القوس وهذا الشيء يمكن أن تشوفوا أكثر ناس دائما يجوا الناس يقول يا دكتور أسنان اللبني اللي ابني وبنتي سقطت وطلعت الأسنان الدائمة من جوة صح فإذا هذا بيعيك الإطباق الصحيح فبيخلي الفك ينمو في شكل مائل ويغير شكل الوجه تماما ويتطلع الأسنان متزاحمة طبعا هذا الشيء السهل الشيء الكبير أنه تماما يغير شكل الوجه وأن الفك ينمو في شكل خاطئ فلازم هي سبحان الله جو أو محيط الفم محيط ديناميكي ليس ثابت فلذلك لازم يكون فيه إطباق صحيح إذا ما فيش إطباق صحيح بتختل كل التوازنات وصير عندنا مشاكل سنية وهيكلية يعني دكتور أنت الآن تقول لي أن أنتم كطباء ودكاترة أسنان مهامكم لا تقتصر فقط على الجانب ربما ترتيب الأسنان ورصها والعناية بها وما سينزل وما سيتم تركيبه لكن المسألة أيضا في تركيبة الوجه والعناية بالوجه وربما حتى المسألة تتعدل جانب الصحي لجانب الجمالي هل وصل الأمر لهذا المستوى؟ نعم نعم هذا هو لب تخصص تقويم الأسنان كما قلنا في البداية أعفوا أنه تخصص تقويم الأسنان هو اسمه تخصص تقويم الأسنان والفكين والوجه فهو ليس فقط تغيير في حالات ما تحت 18 سنة أثناء العظم يستمر في النمو نقدر بأجهزة وظيفية نقدر نغير شكل الأصح نقدر نوجه نمو الفك في المسار الصحيح وبالتالي نغير شكل الوجه فيما بعد الثمنتعش نضطر أننا عشان نغير الشكل لازم نعمل جراحة تقويبية كما سمعت بها وهي تتخلل تقويم بالإضافة إلى جراحة الفك عشان تغيير شكل الفك الموضوع شوي يكون صعب دكتور طيب بالنسبة لأشخاص الذين يفعلوا تقويم لكن بعد فترة مثلا يغير الدكتور لأسباب مثلا سفر أو ناقل أو كذا هل هذا عادي يعني أنه ينتقل من دكتور لدكتور أم عمل كل دكتور يختلف إذا كان السبب فيما تفضلت أنه أسباب ناقل وسفر طبعا هذا سبب قسري واضطراري حتى لو فرضت أن كنت عند دكتور ولا سمح الله ما فيش انسجام بينكم أو شفت أنه ما فيش نتائج أو لست راضي بالنتائج وتحب تغير طبعا هذا من حقك كمريض بس أنا مرة يعني حصلت قصة لشخص قريب لي قريبتي أنه كانت مع دكتور فترة طويلة الدكتور هذا سافر صارت عن دكتور ثاني قال لها هذا غلط وبعد لها كل التقويم وفعل لها تقويم قديد هل هو فعلا تضارب في هذا الموضوع أنه رؤية الدكتور غير رؤية الدكتور أم أنه شيك ساب ولا إيش القصة يعني قد يدخل الموضوع في هذا المجاو ولكن هنا النقطة الأساسية هي التواصل لا بد أن يهتم المريض بالتواصل مع الطبيب السابق ويحصل على السجلة الطبي منه أيوة والطبيب السابق لازم يكتب له تقرير بالمواد التي يستخدمها بالخطة العلاجية بالسجلات التي تتمثل في مثلا الصور والأشعة التي أخذتها قبل فترة العلاج بحيث نضمن استمرارية نفس الخطة والفترة الزمنية بدون توكف مع الطبيب الجديد فلو اهتمينا بهذا النقطة لا يوجد أي عائق أنه يكون المسألة ستكون سهلة للطبيب والمريض والكل لكن دكتور فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يقضيها المريض في التقويم أو لمعالجة أسنانه هل تتفاوت من حالة إلى حالة؟ أم أن المسألة اختيارية سواء كان للدكتور أو لحالة المريض نفسه؟ أكيد تتفاوت والعامل الأساسي الذي يحدد فترة العلاج هو أولا نوع المشكلة الذي عندك هل هي مشكلة سنية فقط هذه تكون أسهل عادة أم هل هي مشكلة سنية ومشكلة هيكلية؟ عندما أقول هيكلية أقصد سوى الإطباق بين الفك العلوي والفك السفلي وكمان شدة هذه المشكلة هذا هو العامل الأساسي هذا الذي يحدد فترة أو مدة العلاج إضافة إلى ذلك نقطة مهمة جدا هو التزام المريض بالنصائح الطبية الذي يمليها عليها الدكتور لها علاقة بالمدة يعني نعم من خلال مثلا استخدامها الصحيح والفعال للأجهزة التي يجيبها له أو إذا في حالة استخدام التقويم الثابت المطاطات ما بين الأسنان فهذه الأشياء هي بتحرك الأسنان فلو جيب للجهاز وظيفي ولازم يستخدمه في اليوم 16 ساعة وأنا أرمو بذلك إلى أن أغير عند المراهق فكها السفلي في فترة النمو السريع ما بين 10 إلى 12 سنة فإذا ما استخدمش بشكل مناسب وكافي في هذا المدة بعد 12-13 سنة صعب لأنه بيكون هذا العلاج يتعلق بالنمو العظمي عنده فيفوتني القطار هذا شيء مهم جدا إضافة إلى ذلك عمر المريض عمر المريض كل ما زاد عمر المريض بسبب زيادة الكذافة العظمية يحصل في بطء في حركة الأسان ولكن في الأول آخر نقدر نحركهم وأيضا استجابة الجسم للعلاج تختلف من شخص إلى آخر إضافة إلى كفاءة وخبرة الطبيب لها دور في تحديد مدة ونتائج العلاج طيب دكتور مثلا شخص عمل تقويم وقلس فترة وبعد فترة قال يشتيب عده قبل المدة اللي قالت طبيب ما تداعيت هذا الأمر؟ بداية هذا الشيء لا ننصح به إلا في حالة الظروف القسرية فإذا حصل هذا مسألة خطيرة يعني إلى هذا الدرجة هي ليست خطيرة وإنما فيها ضياء وقت سنة سنتين مثلا ما شيت فيها في الفترة العلاج ضياء هدر الاستثمار الذي أنت بنيته فيمكن أولا ما تصجل ما تصجل الهدف الهدف الذي أنت جيت على شانه الشيء الثاني التصحيح الذي حققته إلى اليوم منذ البداية يمكن أن تفقده فالأسنان دائما تميل إلى أن تعود إلى وضعها الأول ولكن إذا لا بد أن نخلص الفترة إلى جيل الأخير ولا بد من استخدام أجهزة التثبيت ما بعد فما أنصح بهذا الشيء أبدا إلا في الظروف الكسرية وإذا صار لا بد أن الطبيب يستخدم التدابير الممكنة حيث أنه يحافظ على ما قد أنجز إلى هذه الفترة جميل إذن شكرا لك دكتور سلطان الحاشدي على هذه النصائح المتخصصة في مجال طب الأسنان وخاصة التقويم والفكين سعدنا بحضورك معنا وشكرا جزيلا أهلا وسهلا شكرا أصلا شكرا